وفي التعودات وبأول تصريح له بعد انتخابه نقيبا للمهندسين الزراعيين فرع صلاح الدين أكد محمد محمود علي العمل لخدمة جميع المهندسين الزراعيين وتفعيل دور النقابة وكل ما يتعلق بأعضائها وأعمالهم بالمشاريع الزراعية وأفاد بالسعي لتعيين أكبر عدد من خارجي كلية الزراعة بالدواء الحكومية وأصدار هويات وكتاب انتساب لتمكن أعضاء النقابة من ممارسة عملهم بكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي دون معوقات تم وبحمده تعالى انتخابي نقيب المهندسين الزراعيين فرع صلاح الدين ونسأل الله أن يوافقنا لخدمة زملائي المهندسين الزراعيين ونعمل على تفعيل دور النقابة وما يتعلق فيها من أمور تخص المهندس الزراعي وعمله في المشاريع الزراعية والسعي إلى تعيين أكبر عدد من المهندسين الزراعيين في دوائر الدولة خطوة أولى سنعمل على عمل هويات جديدة وتجديد الهويات القديمة كخطوة أولى والخطوة الثانية نعمل على شهادات انتساب يستخدمها المهندس الزراعي في المشاريع الزراعية مثلا الحقول والدواجن وغيرها من المكاتب الزراعية والمشاتل سنفعل دور الرقابة على المكاتب وعلى الأمور التي تخص تواجد المهندس الزراعي يكون مهم في هذه المجالات حتى يكون إلى دور في عمله كخطوة أولى في عملنا لازم نمطي دور للمهندس الزراعي بس شون رح يكون إلى دور وشون يريد يعمل لازم يكون إلى هوية انتساب وبنفس الوقت شهادة انتساب وهذه يقدر عن طريقها يقدر يعمل بمجالات ومشاريع الزراعية مثل حضرتك المكاتب والمعامل الزراعية والمعامل التي تخص الزراع ومعامل الألبان ومعامل الزيوت وكل المجالات التي يعمل فيها المهندس الزراعي من مشاتل من حقول دواجن حقول أسماك وغيرها فهو رح يكون إلى دور هذا عمل إلى خاصة اللي ممت عينين رح يصير إلى فرصة عمل وبنفس الوقت رح يكون العمل بانتظام لأنه يكون تواجد للمهندس الزراعي في هذه الأعمال يعني هو لازم نقوي أنفعل الدور الرقابي بهذا المجال اشتركوا في القناة